طرق الترجمة نتحدث عن ثلاث طرق الترجمة طبعاً توجد تعريف وطرق مختلفة هنختار معتها فقط ثلاثة نبدأ بالترجمة كلمة 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 شو نقصد بها؟ نتحدث عن ثلاثة لترد في كل نص نص بلغة أصلية نترجم كل كلمة على حدة نرى كلمة مقابلة ونكتبها كل كلمة بالنص الأصلية تترجم إلى مقابلة إلى كلمة مكافئة في اللغة الهدف طرق الإ могу揀اً Senate طبعاً رح أنترجم كلمات فقط ماذا عن النحو؟ نحو اللغة راح أنترجم إلها بترجم مثل من إنكليزي jaarров ترجم فقط شوف الكلمات شو نيبلج إنكليزي مثل شفت بوك كتاب شفت إن كتبت فيه ماذا عن النحو؟ ترتيب الكلمات والنحو اللغة العربية التي ترجم إلها ترتيب الكلمات في اللغة الهدف ترجم إلها تهمل بشكل كامل فقط كلمات أنا عندي لا أفكر أنا بنحو أو بترتيب الجمل طبيعي هذه الطريقة إذا اتبعناها بطريقة فقط أنا كلمات وترجمة سأدمر المعنى في أكثر الحالات معنى ما رح ينقل بشكل ملائم طبعا هذه الطريقة وين نستخدمها ممن منذ إعادة لاتين تدعمها لغة لاتينية مهم ت تعلميها في السابق وكانوا ترجمون نصوص لاتينية كلمة كلمة الهدف لديها هو تعلم قواعد اللغة اللاتينية ها ترجموا كلمة كلمة sol كبير كتبه ووراها بعدين كلمة مثلا هاوس بيت فيعرفون مثلا بالغولاتينية القاعدة مثلا الصفة تسبق الاسم كمثل هذي فبصنبت that child is intelligent ذلك الطفل is intelligent معناها ذكي إذا ترجم what for word that كتب ذكي ذاك شوفوا شون كتبت تحت ترتيب الكلمات باللغة العربية ما انتبهت لها نحن بالعرب منين نبدي منين يمين لكن اذا ترجم انا word for word كلمة كلمة ما علي يعني اشوف ذاتك تحت هذك child كتبت الطفل is كتبت يكون intelligent ذكي there is another type of word for word translation this method is bound to two types نوعين اكون من هاي الطريقة الطريقة الاولى لقناها نترجم كلمات فقط بدون اراعي word order of the target language ولا I don't take into consideration ما اخذ بنظر الاعتبار the word order of the grammar of the target language ما اخذ بنظر الاعتبار نحو ترتيب الكلمات في اللغة الاصلية وطريقة ثانية لا اخذ بنظر الاعتبار اخذ بنظر الاعتبار اخذ بنظر الاعتبار ترتيب الكلمات مثلا انا عربي ابدأ انا بالبداية من اليمين بداية الانجليزي من اليسار بداية العربي باليمين بابدي اكتب ذات اكتب ذاك بالعربي بجهة اليمين لان انا بالعربي اكتب من اليمين child الطفل is يكون ذكي intelligent اكو طريقتين طبيعي الطريقة الثانية افضل لان اخذ بنظر الاعتبار ترتيب الكلمات من اين ابدأ السطر انا من اليمين اون اصار اللغة قاعد اترجم اليها second method is literal translation ترجمة الحرفية من اللي اسمها انا اترجم المعنى الحرفي بشكل كامل شن المعنى المعنى انا ما قاعد اترجم فقط كلمات اشوف شن المعنى واترجمة it is full translation of meaning هي ترجمة للمعنى بشكل كامل it is the translation of meaning in context هنا ابوع للسياق شنو معنى هالكلمة بهالسياق مثل كلمة bank اشوف شنو معناها بالقام موس بانك تجي بمعنى مصرف وتجي ايضا بمعنى جرف نهار اذا انا للسياق اشوف يا معنى هو اللي يرهم it takes into consideration تأخذ بنظر الاعتبار the grammar نحو on the word order وترتيب الكلمات of the target language هنا انا نحو وترتيب الكلمات ترتيب الجمل ترتيب الكلمات داخل الجمل كل اخذ بنظر الاعتبار اللغة القاعد اترجم اليها for example the word run مثل كلمة run doesn't always mean يجري عرفك run معنى ها يجري يركض بل لكن هل هي تعني يركض بكل السياقات in all text and context ما تعني يجري كل النصوص وكل السياقات لك اضافة المتسامتل باوع لنا لها الامثلة to run in the race شنو معنى ها يجري في السباق يجري في السباق لكن to run a company ها معنى ها يجري لا معنى ها يدير شركة شوف شو انت غير معنى ها يجري تحق ولا لا يدير in the long run شنو معنى ها على المدى البعيد شوف انها على المدى البعيد هنا جاي معنى ها مدى to run short of money run short of money شنو معنى ها ينفذ ماله شوفوا معنى ها يجري يجري يدير مدى ينفذ all these are literal translations in different contexts فكلها يتعتبر ترجمة حرفية الكلمة run لكن بسياقات مختلفة so in literal translation I translate the meaningful أترجم المعنى بشكل كامل and I take into constration the word order the grammar of the target language وأخذ نظر اعتبار نحو وترتيب الكلمات اللغة اللي هترجم إليها and I take into constration context in which the words are used السياقات اللي تستخدم بها الكلمات شوف هذا المثال that child is intelligent نفسي خلشوف شون ترجمة what for word وشون literal translation شوف الفرق what for word translation قلنا نوعين النوع الأول ما أخذ نظر الاعتبار ترتيب الكلمات في داخل الجملة العربية اللي نقع ترجمني انجليزي العربي that that الطفل يكون ذكي بديت أنا من اليسار النوع الثاني what for word translation ابدي من اليمين لأن العربي تبدي من اليمين أخذ نظر الاعتبار ترتيب الكلمات that child is يكون ذكي the true translation شون فرقها that الطفل وذكيون شون غيرنا احنا بلاحوا اللغة العربية ما نستخدم الفعل يكون بشكل كبير نستخدم جمل اسمية عندنا ما بها الفعل يكون مثل الإنجليزي that الطفل وذكيون جملة اسمية ففت الفرق that الطفل ويكون ذكي word for word that الطفل وذكي the true translation the third tab بنوع الثالث free translation من اسمها I translate كمترجم أنا أترجم freely بحرية I translate the meaning I understand يا معنى أفهمه أنا أترجمه ما علي فقط معنى الكلمات مرات الطرق أغير أنا معاني الكلمات داخل الجملة ما أترجمها نفسي حتى أنقل المعنى اللي أنا أفتهمه this method هذه الطريقة means تعني to translate and to ترجم freely بحرية without any constraints بدون أي قيود the translator translate the text المترجم مترجم النص the way he she understands it بالطريقة اللي يفهمه for example he got nothing at the end شوفوا he got nothing at the end مواضح معناه got got معناها حصله nothing لا شيء at the end في النهاية إذا ترجمه حرفية نقول لم يحصل على شيء في النهاية لم يحصل على شيء لكن أنا إذا the free translation أقدر أغير معاني الكلمات شفتهم أنا من هي أفتهمه بأن فشل في الحصول على شيء لم يحصل على شيء قريب معناها من معنى يا مثل باللغة العربية أو مصطلح عادة بخفي حنين شوفوا أنا غيرت معاني الكلمات حتى أنقل أنا الفكرة المقصودة خان سوي جدول لك أدى فالمكتابل شوفوا لهذا الجدول we'll distinguish between the literal translation and free translation خان فرق بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة we have four a trances أربع جمل number one he got nothing at the end شون أترجمها لم يحصل على شيء في النهاية لم يحصل على شيء في النهاية free translation رجع بخفي حنين عادة خالي الوفاض شوفوا free translation أنا المعنى نفسه نقلته معنى نفسه بس بالliteral أنا اتزمت بمعنى الكلمات بالسياق وانتبهت أنا لحو اللغة ترجم إليها وترتيب الكلمات بالfree translation لا أنا أغير حتى الكلمات حتى أنقل المعنى الأساسي اللي يشوفوا أنا اللي أفهم من الناس she was sad deep down كانت حزينة من الأعماق هاي literal كانت حزينة من الأعماق literal تفطر قلبها من الحزن مفطر قلبها من الحزن أصبح فؤادها فارغا هاي ترجمتين اتنين هم مفري أصبح فؤادها فارغا شوفوا الفرق شوان فرق بين literal و free you look quiet تبدو هادئا تبدو رابط الجيش شوفوا الفرق my friend got to the top very soon وصل صديقي إلى القمة بسرعة امتطى صديقي صهوة المجد في أسرع من البرق شوفوا الفرق نحو ترجم الكلمات داخل نص نحو ترجم الكلمات داخل نص نحو 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 ترجم الكلمات في اللغة ترجم إله حتى اوصل المعنى الاصلي اللي انا افتهمه نعم واجبكم شنو translate the following sentences into Arabic ترجم الجمل الاتية الى اللغة العربية you have to use either literal or free translation تدبون انكم طريقتين يا اما تستخدموا لي literal translation يا اما free translation شوفوا انتو شنو ملائم شنو ممكن تفهم انت من الناس if you are able to give two translation of one sentence you can write them both اذا تقدر انت تترجم تين وختلفات وحدة free وحدة literal نفس الجملة ممكن تكتبهم اثناناتهم the man who paid me a visit last week when I was away was an old friend of mine tourism is greatly affected by the current events in the world I met Mr. Johnson yesterday you should do your best to get high marks I've read a lot of books my father may come late my friend was stunk by abby yesterday I was deceived haste make waste the dice is cast you should do your best and easy